من حوالي سنتين سنة 2021 كان شغلني موضوع كده وموضوع السوشال نتوركس وليه السوشال نتوركس لحد الوقت مركزية بالشكل دوت وكان شغلني موضوعا مفيش حرية للتعبير والآد وشوية مشاكل كتير كده بتخلي السوشال نتوركس بالإمبلمنتيشن اللي موجود دلوقتي بالتنفيذ اللي موجود دلوقتي في فيسبوك وتويتر ولينكد إن وكل السوشال نتوركس ديت يخلي فيها مشاكل كتير في نهاية 2021 سبتمبر بالتحليق كنت اشتغلت السوشال نتورك واضطريت ان انا وقف المشروع دوت او التفكير فيه او حلو لسباب لها علاقة طبعا بالconflict of interest رغم ان المشروع ده مكانش بيحاول يوجد بديل بس يحل مشاكل السوشال نتوركس لكن بديل يحاول يحل المركزية بشكل عام في معظم الابليكيشن اللي بدأنا نعملها حتى بعد تقريبا ست شهور او تسع شهور من شغلي للسوشال نتورك ديت اخدت موافقة على ان اكمل المشروع دوت لكن برضو كان حصل حاجات كتير كان السوشال نتورك تتباع الايلون ماسك وكان فيه حركة كتير ومشروع جديد وما كانش عندي وقت ولا الطاقة ان اكمل في المشروع دوت فعشان كده المشروع ده وقف لحد تقريبا شهر فات تقريبا من شهر او من شهرين بدأت ديسكاشن تاني لفكرة ان محتاجين سوشال نتورك تكون حرة شوية او على الاقل سوشال نتورك تسمح باختاف القراء خصوصا اللي لها علاقة بالقضية الفلسطينية فيه ناس كتير طالبت بان احنا نفكر في ان احنا نعمل سوشال نتورك خاصة بينا خاصة بينا كقراء بنتكلم فيها في مشاكلنا وكده وطلعت اراء مخالفة لحاجه زي كده فحاول النهاردة برضو اتكلم على الموضوع ده وتقاطع مع الفكرة اللي انا شغال عليها عشان يكون محدد المشكلة اللي انا بحاول حلها مشكلة تقريبا مكافضة من ثمان نقط اول نقطة هي مشكلة الابداع مشكلة التطوير سوشال نتورك سمعتش فيها تطوير كفاية لو فاكر الفيديو اللي فات او اللي قابله اتكلمت على ان الفوتوغرافرز اللي ما بيجوا يرفعوا صورة ما بيبقوش عارفين يعرضوا الاكزف ديتا بتاعتها الديتا بتاعت كاميرا اللي لقطة الصورة تاريخ ده كوبي باست فمع ان رفع الصور ده جزء كبير من السوشال نتوركس وقراءة الاكزف ديتا مش حاجة صعبة قوي المشكلة تانية مشكلة الورد جاردنز مشكلة اننا لما بجي ارفع حاجة على الفيسبوك محتاج ارفعها على تويتر محتاج ارفعها على يوتيوب محتاج ارفعها على لينكد ان فانا عايز ارفع الفيديو مرة واحدة او خليه افلوب مرة واحدة ليه محتاج ارفع نفس الفيديو لكل سوشال نتورك منفصلة ده غير انها لحوالة انقل الداتا بتاعت من فيسبوك لتويتر من تويتر لينكد ان مفيش طريقة ينتجريات الكلام ده مع بعضه فدي تانية مشكلة ان كل واحد عام زيه قوضة مقفولة كده ومحجز على الناس اللي فيها ومش سامح لهم ان هم يتكلموا مع بعض او ينقلوا الداتا بتاعتهم بينهم وبين بعض ده مشكلة كبيرة مشكلة صغيرة مشكلة تاتا هي السنسورشيب مشكلة ان لما تيجي تكلم في الموضوع الموضوع ده محتاج يتوافق مع معايير الكميونيتي بتاع السوشال نتورك ومشكلة ده مشكلة صغيرة وظهرت بشكل كبير في النزاع اللي حصل الفترة الاخيرة في القضية الفلسطينية والهجوم اللي حصل دوت والناس بدأت تكلم في الموضوع ولاحظت ان السوشال نتورك بدأت تدايق عليهم الخناء شوية فبقى الواحد كأنه بيطبق عليه نوعين من القوانين القوانين بتاعت بلده وقوانين البلد الديجيتال اللي بينتمي ليها اللي هي السوشال نتورك رابع مشكلة هي الاعلانات وهي مشكلة طبعا واضحة لان خلال فترة اخيرة الفيسبوك والتويتر بدأوا يطلبوا فلوس مقابل ان هم يشيروا الاعلانات هم يقدموا خدمة فمحتاجين ان هم يفندوا الخدمة خمس حاجة الالجوريزم فكرة ان السوشال نتورك بتخليك تعد اطول وقت ممكن عليها فبتديك الانجاجينج كونتنت مش الكنتنت اللي انت بتحب والكنتنت اللي يخليك موجود على السوشال نتورك اطول فترة ممكنة السادس حاجة هو الكنترول كما قالت انا مش ان كنترول مي ديتا انا مستخدم التلزم الانجاجينج كونترول ان كنت اريد ان اعمل اطول بس دهاني قد عمل بالداتة ممكن تكون بروسس باشكال مختلفة بتفلو ستشاكل وتتعليم مع شركات تانية كتر جدا في الحقيقة مش ان كنترول انا في الحقيقة مفوض لشركات السوشيال ميديا ان هي تكنترول الداتا بتاعتي المشكلة السابعة هي مشكلة ان الداتا لما تيجي تتنقل بين الاجهزة بتتنقل على الانترنت رغم انها ساعات مش محتاج تتنقل على الانترنت لو انت جهزين في نفس القوضة او في نفس البيت على نفس النتورك مش محتاجين ان هما يبعتوا الداتا البعض لدولة تانية وبعدين ترجع للجهاز التانية لما انت بتبعت رسالة للشخص رسالة بتروح لدولة تانية وبعدين ترجع تروح للشخص ده حتى لو انتوا الاثنين قاعدين في نفس الشقة اخر المشكلة هي الداتا ليك ان الداتا بتاعتي ممكن اصحى الصبح على الداتا بتاعتي كلها متصربة على الانترنت ان حد دخل على الانترنت وقدر يجين ادمن اكسس على داتا بيز ما كانش مفوض يجين اكسس عليها اردن هو يسيطر على حساباتي وحسابات رؤساء وحسابات انفلونسر وده بيرجع لان مش كانت كنتروله في الداتا بتاعتي انا مش متحكم في الداتا دي فده المشكلة لا أحاولها المشكلة لا أحاولها هو هو البروفيت لا أقوم بالإصحة الخاصة عن فترة협鄉 أو الحل الذي أنا أطلع به أو بالضغط شخص يحتوي علي أتكسب العbod cumple الحل الذي أطلع به الحل الذي أطلع به ليست مهمته بأنه يكون مهمتك أو التربخ height بأن يدخلت المشكلة يكون بأن أشخاص أخرين ممكن تفيد من الحلي وأن ياه يتماixesовSE بس محتاج ان الفكرة والحل يكونوا حرين كفاية ان اي حد يستخدمهم وان اي حد ينبيهم أبليكيشن وان الموضوع يكون مفتوح ان الكلام على الانترنت يكون عام زي الكلام في الحقيقة ان يكون بينطبق عليه نفس القواعد ما يكونش كأن فيه عالمين او كأن فيه دولتين بنتمديهم وكون ان فيه شخص او شركة بتحتكر الكلام على الانترنت دي حاجة لحد الوقت مايند بلوينج يعني ان عشان اتكلم مع الناس على الانترنت محتاجة روح لشركة او لها انا عايزة اقولي الكلام ده وهي توفق عليه اه او لا دي حاجة انا مش شايف ان هي معفروض تكون موجودة في الوقت اللي احنا فيه ده ومعتطور التكنولوجيا اللي احنا فيه واحنا كاديفاليبرز مهمتنا ان احنا نحل المشكلة ده لما رسيت لأساس معظم النقط دي لقيت ان معظمهم لهم علاقة بان فيه شركة الشركة دي بتعمل السوفتوير وبتحوست الكنتنت حوستنج الكنتنت ده الواحده مشكلة كبيرة لان اولا انت محتاج داتا سنترز تحوست كل الكلام ده محتاج داتا سنترز تبروسيس الكلام ده ومحتاج تفلتر الكنتنت وكل ده محتاج تعين ناس فمحتاج فلوس عشان كان محتاج ان انت تدفع ناس ادز او سبسكريبشنز والالغريزم ده علشان الناس تقود اكتر علشان شوف ادز اكتر والسنسورشيب نفس الموضوع لان الحكومات بتفرض على اي شركة بتحوست الكنتنت ان يتفلتر الكنتنت دوت بحيث يتوافق مع قوانين الدول ديات فهوستنج الكنتنت مشكلة كبيرة بيتفرع منها معظم النقط اللي انا اتكلمت عليها والانوفيشن نفس المشكلة لان بما ان السوشال نيتورك بتاعتك بتكبر وناس كتبت هوست عليك الكنتنت محتاج فلوس اكتر فعشان محتاج فلوس اكتر محتاج ان انت تعمل او تركز على الناس اللي بتحط اعلانات عندك فبالطار انت تحط مجهوب كبير في الادوات اللي الادفرطايزر بيستخدموها اكتر بكتير من الادوات اللي المستخدمين بيستخدموها لان المستخدمين نفسهم مش هما مصدر الربح المصدر الربح هو الادفرطايزر فبقى تركيزك بيبقى اكتر على الناس بتعمل اعلانات علشان احل المشكلة دي وحل مشكلة الكنتنت بداي اتفكر في ان الحل اللي المفروض نطلع بيه ده مفروض يكون حل حر مفروض يكون حل مش مرتبط بيه انا شخصيا مفروض يكون فكرة او بروتوكول الناس قدر تنفزه بدل ما يكون social network في حد ذاتها انت تستخدمها الحل الحد دلوقتي انا اشتغلت عليه بس زي ما قلت اضطريت اوقفه الفترة طويلة وبدأت الفترة اخيرة ان انا اراجع تاني الحل ده الحل اديته كود نيم كده اسمه ماو اللي بحاول اطلع بيه هي طريقة عامة الابليكيشن زي تقدر تعمل بيها social interaction من غير ما ده يكلفهم hosting من غير ده ما يكلفهم content moderation من غير ما اكون انا متحكم في ايه اللي يتعرض و ايه اللي ما يتعرضش التحكم كله يكون في ايد المستخدم هو اللي يقول بنفسه انا عايز ا follow الشخص ده عايز content ده عايز ا ban الشخص ده خلال الاسبوع اللي فات بدأت ان انا اراجع تاني الimplementation اللي انا عمله و احاول احسنه و احاول اطلع بproof of concept قريب الimplementation اللي حد دلوقتي صغير يعني ثلاث تلاف سطر مكتوبين بgo وgo لو انت مش عارفها هي لغة verbose يعني ثلاث تلاف سطر بgo معناه لو كتبتوا بروبي مثلا كان يبقى صغير بكتير python كان يبقى صغير بكتير في عندي challenges في الحل اللي انا طلعت بيه ده لحد دلوقتي لكن التشالينجز دي time bound يعني مع الوقت التشالينجز دي هتقل اهميتها ويكون الموضوع ابسط شوية ويكون اسهل اول مشكلة مثلا ان لحد دلوقتي علشان ترفع داتا على الانترنت في معظم الدول باقة فلو انت بتخصت الكونتنت بتاعك لو الكونتنت بتاعك كان فيرل شوية او الناس كتير بدأت ان هي تشوفه ده هيسحب شوية من الباقة بتاعتك ديته وخلي بقعلك ان هو ده بالزبط اللي بيقدمه لك السوشال نتورك وبتدفع قدامه المشاكل اللي اتكلمنا عليها دي فعشان نتخلص من المشاكل اللي بتدفع قدامها هو الباندويد فدي حاجم الحاجات دي مشكلة تايم باون لان مع الوقت الباندويد ده بيكون ارخص لو بصيت مثلا على من 15 سنة لما كنا بنخش بزيرو تات سبعات ده كان انترنت بطيق جدا وغالي جدا ومع الوقت دلوقتي بنقدر ان احنا نرفع جيجا بايتسوف ديتا في الشهر من غير ما ده يأثر بشكل كبير قوي على الباقة بتاعتنا فدي اول مشكلة تاني مشكلة احنا بنتكلم على حل غير مركزي حل بير تو بير الحلول دي لحد دلوقتي فيه ريسرش كتير عليها لكن مفيش امبليمنتيشنز كتير مدخلاتش حيز التطبيق فيه حاجات كتير محيردخلاتش حيز التطبيق وفيه مشكل كتير للنتوركينج مشكل في بعض النتوركس صعب ان انت تترافيرس النتوركس دي عشان توصل للناس اللي فيها فايروولز ونات ومشكل كتير جدا نتوركس جوا نتوركس على الانترنت عشان توصل من جهاز اي لجهاز بي على الانترنت فيه مشكل كتير المشاكل دي برضو تايم باون لان الريسرش شغال والامبليمنتيشن شغال فمع الوقت المشاكل دي هتقل النقطة الثالثة هو ان الاجهزة مش متوصلة بالانترنت مية في المية من الوقت ودي برضو تايم باون لان لو بصينا على الاجهزة من 15 سنة ودلوقتي هنلاقي ان زمان كنا نتصل بالتليفون بالانترنت ونتصل لفترة ونتتكوننكت بالانترنت ونعمل اللي احنا عايزينه وبعدين نقوم عافلين دلوقتي الموبايل بتاعك متصب بالانترنت معظم الوقت مش مية في المية من الوقت لكن معظم الوقت لما تخرج مثلا بتتصب بالانترنت في اوقات وسعب بتقفل الباكة وبتاعه مع الوقت بان البند ويذ هيكون ارخص هيكون الفترة اللي الاجهزة بتكوننكت بيها بالانترنت اطول فبرضو دي المشكلة التالتة دي مشكلة تايم باوند برضا انها تتحل مع الوقت والمشاكل دي هتقل اهميتها وهيكون فيزبول اكتر ان احنا نجو وز بير تو بير سوليوشن او دي سنترالي سوليوشن اعتقد ان جي الوقت اللي احنا فيه كدفولبرز محتاجين ان احنا نحل المشاكل ديهت مش هنقدر نهرب منها طول عمرنا ولو هردنا الوضع هيكون اسوأ بكتير فاللي بحاول اعمله لحد دلوقتي هو ان اطلع بحل نظري حل يكون بسيط اعمل شوية تريد اوف في الموضوع ده بحيث نستخدم تكنولوجيز موجودة واستخدم تكنولوجيز بسيطة ويكون جينيريك انف ان الناس يستخدموا في اكتر من نوع من الابليكيشن مش مجرد منها سوشال نتورك يعني وكده بس المشروع اسمه ماو وفي ويب سايت لي اسمه ماو دوت سوشال وده مكتوب فيه التكنيكال سوليوشن احاولت اكتب التكنيكال سوليوشن بشكل واضح على قد ما اقدر وانا ماشي الوقتي في الامبليميتيشن ولما الامبليميتيشن يخلص واقدر ان انا اعمل بروف كونسيبت كده ان اصدر تستخدمه هبتدي ان انا افصل اكتر التكنيكال سوليوشن وانا بحاول اعدل فيه كل ما اكتشف ان فيه مشكلة مثلا في النظرية او الكونسيبت ده كل القضية اللي عندي اتمنى ان ده كان مفيد ليك ومتشاكل جدا على وقتك وسلام اتمنى ان اتمنى ان احداؤهم اتمنى ان ده كانت الم Oxford